دخل الحضر الأوروبي على المشتقات النفطية الروسية والخام الروسي حيز التنفيذ بدءا من اليوم حضر سيؤدي إلى توقف صادرات النفطية الروسية إلى الدول الأوروبية وكذلك إلى خسارة موسكو أرقاما كبيرة في صادراتها إلا أن أمام الطرفين بدائلة للتعويض السؤال هو ما هي هذه البدائل وماذا في تفاصيل إجراءات الحضر الأوروبي التفاصيل مع يوسف الشريف أعلنت إذن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبعة وأستراليا التواصل الاتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية القرار نص على تحديد مبلغ 100 دولار فقط لسعر برميل المشتقات النفطية ليس الخام وإنما المشتقات النفطية الأغلى منها الديزل ووقود التدفئة كما نص هذا القرار الجديد على تحديد 45 دولار فقط للمنتجات الأقل جودة التي يتم استخراجها خلال عملية تكرير الديزل والبترول هذه تضاف إلى القائمة القرارات السابقة بتسعير برميل الخام الروسي المنقول بحرا عنده 60 دولار فقط للبرميل مع العلم أن تداول الديزل الروسي المصدر إلى أوروبا يتم حاليا بسعر يتراوح بين 110 و130 دولار للبرميل السقف الذي وضعوه هو 100 دولار فقط هذا القرار يعني أن روسيا ستتوقف عن تصدير 600 ألف برميل يوميا من الديزل تستوردها الدول الأوروبية وتتوزع وفق خريطة تتصدرها ألمانيا ما يعني أن موسكو ستخسر يوميا ما يقرب من 175 مليون دولار يوميا نتيجة توقفها عن بيع هذه الصادرات وفق بيانات الاتحاد الأوروبي لكن المراقبين يؤكدون أن روسيا ستبدأ في توجيه إمدادات نفطها إلى الهند مباشرة على أن يبدأ موردون نفط في الهند تكرير هذا النفط وإعادة تصديره إلى الدول التي تحتاجها في أوروبا على أنه نفط هندي بينما تتوقع أطراف أن تحصل الصين أيضا على حصة عبر زيادة عمليات تصدير المنتجات المكررة من النفط الروسي إلى الدول الأوروبية بالتالي فمن المرجح أن تشهد أسواق الطاقة تقلبات كبرى وتخبطات خلال الساعات المقبلة لتنتهي هذه العملية إلى رابحين هما الصين والهند أو رابحين وخاسرين نتيجة هذا القرار هما أوروبا وروسيا وفق بعض التحليلات التي لها خبرة في أسواق الطاقة سنحاول أن نبحث عن من الخاسر من الرابح وهل هذه الآلية يمكنها أن تعمل مع ضيفنا من برلين الخبير في شؤون الطاقة توماس أودونيل أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية شاهدنا وضع سقف 60 دولار للنفط الخام الروسي البعض قالوا أن هذه الآلية لا فائدة منها لا تعمل لأن روسيا استخدمت أسطول سفن أجنبي من الصين باعت هذا النفط إلى الهند إلى تركيا تم تكراره وبيعه تحت اسم نفط تركي هندي إلى الدول الأوروبية فهل ممكن أن تنجح هذه الآلية في ما يتعلق بالديزل والبنزين الروسي أيضا؟ نعم شكرا جزيلا على استضافة أعتقد أن هذه الآلية يمكن أن تنجح ولا يجب أن نحكم عليها بناء على الأسعار المحددة اليوم 60 دولار لنفط الخام و135 دولار بنسبة للمنتجات الأخرى وهناك نظام يتبعه الاتحاد الأوروبي بـ 27 دولة وكذلك مجموعة السابع وهناك بيروقراطية لتعامل مع تلك السفن التي تنقلها هذا النفط ومعظمها أوروبية ولذلك روسيا بدأت ترسل نفطها عبر طرق أطول للوصول إلى الصين والهند كما ذكرتم الصين والهند لا تأخذان هذا النفط بـ 60 دولار وإنما بشكل أرخص 45 دولار ولهذا سيصعب على الهند والصين أن تأخذ الديزل لأنهما ينتجان فوائد كبيرة وهذا سيصعب الأمر على بوتين على مستوى بيع الديزل الروس إلى هذه الأسواق ولا ننسى أن هذه الأسعار تنكمش عندما تراجع كل شهر هذا ما يجب أن ننظر إليه مستقبلا يعني تقول بأنه فيما يتعلق بالسعر نعم هذا كلامك صحيح لكن بالنسبة لتغيير المنشأ يعني في سفن نفط تذهب إلى تركيا في تركيا هناك أيضا مصافي يتم بيعه كأنه نفط مصدر من تركيا أو غير ذلك هذا الموضوع أيضا يتم بيعه لشركات نفط دولية وهذه الشركات تبيعه إلى الدول الأوروبية بدون شهادة أنه نفط روسي هذه المشكلة وهناك ضغوط أمريكية الآن على تركيا وغيرها من الدول لأنها يعني تعمل بالوكالة عن روسيا هذه كيف يمكن حلها أنت محق تماما الوضع معقد لكن المثيرة للاهتمام أن إدارة بعيدة عندما طالبت من مجموعة السابع والاتحاد الأوروبي أن تفرد هذا السق بالإضافة إلى العقوبات لم تقل إنها تريد أن تجعل النفط الروسي خارج الأسواق ليست هذه الفكرة الهند كانت قالت إننا سنواصل شراء النفط الروسي وأمريكا قالت أيضا إنها لا تمانع من شراء الهند النفط الروسي إذا كان السقف يحترم لكن من يحدد مستقبل النفط الروسي والعملاء الذين سيشترون النفط الروسي ليس بوتين وإنما التحالف الغربي الذي يدعم أوكرانيا وستنكمش هذه الأسعار وترجع كل شهرين وهي ستتقلص على الأرجح من أجل تقليص عوائد روسيا من النفط وسيتم الاستعانة بحلفاء كتركيا بشكل تدريجي لكن على أساس أن لا يتدرر الغرب أو الدول النامية بهذه السقوف من الأسعار الوضع معقد كأن لعبة شترانج يبدو أن بوتين ستقلص دوره في سيطرة على عوائد النفط الروسي وبالمقابل الأعداء هم الذين سيتمكنون من ذلك واضح إذن الهدف هو تقليل عائدات النفط لموسكو وليس منع بيع النفط الروسي طيب اقتصاديا هل تعتقد بأنه هذا الهامش هامش عشرية يعني الآن سعر البترول الخام 83 دولار تقريبا سقف 60 هل يفرق كثيرا مع الدخل الروسي أيضا الديزل يباع ب130 أو 110 عندما تضع سقف مئة فقط وليس 80 أو 70 مثلا هذا يعني أنك أنت تحد بين 15 إلى 20 في المئة فقط من مدخول روسيا من البترول هل هذا يؤثر كثيرا فيها لأنه أسعار بترول زمان كانت أرخص من هذا بكثير وكانت روسيا تبيع يعني كل كان يبيع بأسعار 40 و 50 دولار للبرميل نعم أنت محق بعد صدمة الحرب الروسية على أوكرانيا خلال العام الماضي إذا كان تحالف الغربي ناجحا أكثر في الإدرار بسوق الروسية فإن الأسعار تظل عالية وبالتالي روسيا تجلب العوائد لكن في نفس الوقت لا بد من القول أن هناك بدائل لأوروبا من الديزل ومن البنزين من الشرق الأوسط أصبح هناك مصاف تظهر وتشغل وهناك أسواق أخرى ستحل محل الموردين الروس بالإضافة إلى مصافية من أمريكا وبالتالي يبدو أن الغرب يقوم بتقديم هذه المقايضة البديلة لكن المستقبل قد يغير هذا الوضع هذا النهج آثر نسبيا على روسيا لكن مع مراجعة الأسعار قد تضرر روسيا أكثر لا ننسى أن إدارة بايدن سمحت لفنزويلا بتصدير النفط والإيرانيون كذلك يصدرون بعض نفطهم وهذه الدول تستغل الوضع الحالي وأرى أن دولا أخرى ستفعل هذا مع هذا التعافي الذي حدث نسبيا بعد جائحة كورونا وبعد العودة التدريجية للصين للاقتصاد العالمي أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يجعل الأمر صعبا على روسيا على مستوى تصدير النفط واضح أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من برلين الخبير في شؤون الطاقة توماس أودونيل ترجمة نانسي قنقر